مساء الخير أو صباحة حسب توقيت متابعتكم لهذه الحصة هذه الحصة الأولى التي نلتقي فيها مصافحة فنتعارف أنا الأستاذ لازر برحومة أستاذ العربية الذي سيرفقكم هذه السنة إن شاء الله وسيشد على أيديكم سعيا إلى تأثيث درب النجاح في البكالوري ستكون المصافحة الأولى في محور هو محور الأول في الأدب العربي وهو محور الحماسة وكي نلتقي في الحماسة لابد من جملة من المراحل ستجدونها مجسدة في مجموعة من الفيديوات ومجموعة من الملحقات المكتوبة التي تساعدكم على تمثل هذا المحور ستكون لنا مجموعة من اللقاءات منها اللقاءات المسجلة التي تجدون فيها دروسا منها في تعريف الحماسة والظروف التاريخية المحيطة بها وفي فهم مباني الحماسة ومعانيها ومقاصدها ثم في البعد الواقعي التاريخي وما على الحماسة من مؤاخذات يلحق هذا العمل عمل تطبيقي يعلمنا بدءا أن الحماسة معنى ومبنى ومقصد ولذلك فنحن سنداول هذا الأمر من خلال مجموعة من نصوص اخترنا لكم نصوصا تطبيقية تتمكنون من خلالها من منهجية النص الحماسي وفي هذه النصوص نرافيقكم فيها فهما وتفسيرا ثم تحليلا ومنهجا يلي ذلك عمل يتعلق بالمقال الأدبي في منهجيته وفي جملة من التطبيقات على مواضيع مختلفة في مستوى الصياغي ومستوى المطلوب ثم إن شاء الله بعد ذلك لن تجدوا أنفسكم في حاجة إلى أي عمل آخر تستدعونه لدعم معارفكم فنحن سنأتي على كل تفاصيل هذا المحور من البدء المنتهى غير أننا قد نؤثث بعد ذلك حصصا مباشرة يعني نقارب فيها هذا المحور لقاءا مباشرا نسمع فيه أسئلتكم وننصط فيه إلى هواجسكم ونجيب عنها في فضاء رقمي ولكنه قسم افتراضي عسى أن يكون النجاح حليفنا نحن بحول الله سنمضي إذن وقتا طيبا معا وسيكون لنا النجاح حليفا بحول الله إلى اللقاء إذن في الحصة الأولى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر